من جانبه طلب وزير الخارجية فؤاد حسين بعقد جلسة طريقة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث أهم الإجراءات بشأن الإساءة التي وجهت للمصحف الشريف وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان تلقيها رسالة من نظيرتها السويدية تعرب فيها عن أسفها بشأن توجيه الإهانة للقرآن الكريم ورفضها بشدة الأعمال المعادية للإسلام مبينة أن الرسالة تضمنت أيضا إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهية فيما أشار المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إلى أن الخارجية تعكس قيم وأخلاقيات الدولة العراقية وشعبها مضيفا أن موقف الوزارة يستمر متتابعا ليؤكد أهمية استجابة الجانب السويدي لمطلب الحكومة العراقية بتسليم مرتكب هذا الفعل الشنيع ليلقى جزاءه وفق القانون العراقي ترجمة نانسي قنقر